سيد زبيل المشكلة لإيه سببها المشكلة واضحة جدا عندما تغيب القواعد واللواقح المنضبطة شيء ويحل الهوى وحسب الظرف وحسب الرغبة شيء طبيعي أن تحصل المشكلة أنا طبعا مصري أولا على الأهلي وعلى كل الأندية مصر عالم مصر يفوق أي عالم في عزراء ولا محتاجة أولا أما أنت جيت وقلت أن ممكن أسمح وما أسمحش وأسيب ومش عارف إيه وحصل إيه وحصل مرتين مش مرة بالمناسبة من المباراة ودية مش مباراة رسمية فأنت جاي في مباراة رسمية تقول لأ طب بنانا على إيه طب أنت اللي وضعت القاعدة القاعدة التي أنت وضعتها لا تستطيع أن تلغيها وقت ما تريد يعني ما تحضاش وقت ما تريد وتلغيها وقت ما تريد لأننا نحن نواجب نتبع نظام الانتحاد الكرة ده بيدير اللعبة أو بيدير المنظومة كلها عنده وهو مسؤول عن المنتخبات الخومية بالدرجة لقول أن فيه رابطة بتدير المسابقة وبالتالي عندما تطع قاعدة تطبق كاملة ولا يأتي في أي لحظة تقول لا أصلا معلش سنة مش هتطبق المرض أو هتطبق المرض ولا نبقى أنا مواغزة ده مش مؤسسة احنا بنهزر بقى انت حطيت القاعدة انت عليك تلتا انت وانت اللي كسرتها ما تجيش بقى تقول أسلعي بيحصل ما بيحصلش ده كلام فارغ وملوش أي ما وبغض النظر وبغض النظر عن أن المباراة أصلا احنا خلاص تأهلنا ومش محتاجين نقطع أو محتاجين نقطع انت حطيت قاعدة خلاص أنا بقى من حق أن أستفيد من القاعدة ما تجيش تقول لي ما تستفيدش من تسكلين وسألها واضحة جدا هم بقى عزين يعملوا أزمة لأن لأن الأسف أن أعضاء اتحاد الكرة الذين ينتمي بعضهم للأندية يمثلون أندياتهم ولا يمثلون منتخب مصر ولا يمثلون مصر فإذا جاء لمصلحة ناديهم أهلا وسهلا وإذا جاءت لمصلحة نادي آخر فليسف هذا النادي إلى الجحيم ده لمؤاخذة ده شغل مصاطب مش شغل نظامي سيد نبيل تأهل